خمس أخطاء يرتكبها اللاعبين المرتديين في لعبة الحرب الأخيرة لاستور مرحبا شباب إذا كنت جديد في لعبة الحرب الأخيرة لاستور فأنت على وشك الانغماس في تجربة ممتعة تجمع بين بناء المدن والاستراتيجية القتالية اللعبة توفر لك الفرصة لتكوين فريقهم من خمس أبطال كل منهم يمتلك قدرات فريدة لمواجهة الزومبي والزعماء في معارك PVE ومعارك PVP لكن قد يكون من السهل الوقوع في أخطاء مبكرة تعرقل تقدمك وتؤثر على متعتك باللعبة في هذا الفيديو ستسترد خمس أخطاء شائعة وكيفية تجنبها لتصبح لعبا أكثر فعالية تابع معنا لتتعلم كيف تتفادى هذه الأخطاء وتحسن استراتيجيتك في اللعبة الخطأ رقم خمسة لا تتسرع في تجنيد أبطال أقوية بشكل سريع رغم أنه يبدو مغريا تعزيز قوة فريقك بسرعة لكن الأفضل هو أن تأخذ وقتك لتقييم أداء الأبطال في مختلف المواقف قبل أن تستثمث في تقريتهم بالكامل يمكن الاستفادة من مقاطع الفيديو التي تشرح فئات الأبطال ينصح لامتلاك فريق متنوع من خمسة أبطال من نفس النوع مع إمكانية إضافة أنواع مختلفة مثل الدبابات والطائرات حسب الحاجة تأكد من وضع الأبطال بشكل مناسب في الصفوف الأمامية والخلفية للاستفادة من قدراتهم بشكل كامل بإدارة قوة الأبطال بحكمة وتأني ستتمكن من تحسين استراتيجيتك بشكل أفضل الخطأ رغم أربعة جنب تتسرع في تفعيل الفي آي بي على رغم من أنه هاي الميزة توفر مزايا قوية مثل زيادة إنتاج الموارد وسرعة البحث والبناء إلى أنه من الأفضل تفعيلها عندما تصل إلى المستوى الثلاث على الأقل في هذا المستوى ستحصل على مزايا إضافية مثل سرعة القناء بنسبة عشرة بالمئة أكد من النقر على شارة الفي آي بي في الجزر الألوي الأيسر ثم تضغط على إلغاء القفل أو تفعيل واختيار المدة التي تناسبك عدم القيام بذلك بشكل صحيح قد يؤدي إلى عدم استفادتك من قوة المزايا المتاحة الخطأ رغم ثلاث لا تهمل ترقية المباني والأبطال أو إجراء البحث التقنية في الوقت المناسب من الضرورة المشاركة في مبارزة التحالف والسباق التسلح حيث توفر لهذه الفعاليات فرصة لفتح صناديق مكافآت من خلال إتمام مهام متنوع كما يفضل البدء في الترقيات الطويلة قبل يوم أو يومين من بدء حدث سباق التسلح لإستفادة من عملية التسريع المحدودة تابع تقويم الأحداث بانتظام وقم بالتخطيط لترقياتك بناء على ذلك قبل ما نروح للخطأ رغم واحد تشوف هذا الفيديو مفيد ياريت تضغط على زر اللايك واشترك إذا حبيت دعمك يعنينا الكثير ويشجعنا لنشر المزيد بالمستقبل إن شاء الله الخطأ رغم واحد أعطي الأولوية لترقية مستودعات الموارد مثل الحديد والطعام وصندوق العملاء ترقية هذه المستودعات تساهم في حماية مواردك من الغارات مما يضمن سلامتك حتى في حالة إهمال حماية القاعدة من الضروري عدم إهمال هذا الأمر عيث تعاد ترقية جميع مستودعات الموارد الثلاثة من الخطوات الأساسية للنجاح في اللاب بإنها لتجنب هذه الأخطاء الخمسة ستكون قادر على تحسين استراتيجيتك في لوبة الحرب الأخيرة وتعزيز فرص النجاح لا تنسى متابعة الفيديوهات القادمة للحصول على نصائح ومعلومات إضافية تساعدك في تحقيق التفوق إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر اللايك واشترك في القناة لمزيد من المحتوى المميز شكرا لمتابعتكم